اشتركوا في القناة وذلك بسبب التهاون بالإرشادات والإجراءات الصحية نود التأكيد هنا على أهمية التقيد بتدابير التباعد الاجتماعي بالوقت الحالي وذلك عن طريق ترك مسافة آمنة لا تقل عن مترين بين كل شخص وآخر كما أجدد التذكير بأهمية التقيد بكافة التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في المملكة ليعود الوضع كما كان عليه وأفضل بإذن الله مدة الوقت المستقرق لمضاعفة الحالات بين المواطنين خلال الشهرين الماضيين تراوحت بين 27 يوم إلى 11 يوم على سبيل المثال في تاريخ 13 يونيو بلغ الوقت المستقرق لتضاعف الحالات 11 يوم فقط وهذا يعكس انتشار متسارع للفيروس بين المواطنين ويعزى ذلك إلى عدم التقيد بالتدابير الوقائية والإرشادات الموضوعة لحفظ سلامة الجميع ترجمة نانسي قنقر